خوف وترقب وكساد هذا حال أسواق بيع الأسماك في العراق بعد أسابيع من تفشي وباء تسبب بنفوق آلاف الأطنان في مزارع تربية الأسماك في سبع محافظة عراقية هنا في علوة الرشيد في بغداد تراجع الطلب على شراء الأسماك المحلية وسط منع السلطات الحكومية بيعها وعدم كشف حقيقة ما جرى للرأي العام والحديث عن فيروس سنويا يصيب الأسماك وفي ضوء النقص الكبير للعرض فمن الطبيعي أن يتوفر البديل كما تم تعويد نقص الدجاج بالأسواق في وقت سابق حيث سبق لشاحنة الدجاج المجمد أن تراصفت في الأسواق العراقية قادمة من إيران جراء تفشي الوباء في حقول تربية الدجاج بالعراق في المستقبل يقول تسميم الإنسان نفسه يسمون الإنسان إذن هذه الخسارة الكبيرة وهذه الأطنان بالثروة السمكية للعراق يريدون العراق أن يبقى دائما مستورد ويبقى العراق تحت وطأة الاستيراد وعدم وجود منتوج محلي كل فترة بين فترة وأخرى كانت هناك أمتولونز الطيور وكان هناك تلف كثير من الدجاج إذن هناك ضربة للاقتصاد العراقي تكرر حادثة تفشي الأوبئة في مزارع تربية الدجاج وانتقالها للأسماك دفع البائعين لاتهام الأحزاب السياسية المنتفعة ومن خلفها إيران مباشرة بالوقوف وراء ما يجري وخصوصا مع تزامنها بإعلان العراق اقتفاءه الذاتي من الثروة السمكية مغاية يجمرون اقتصاد العراق على موضوع البضاعة الإيرانية تمشي لأن البلد الإيراني انظره بالاقتصاد ماله لكن يريدون البضاعة الإيرانية تمشي لا أجد ولا أقل هذه فعلة فاعل صارت مال السم تجيها عشرة يام نصابها وترو حل قدامك يلبط هذه كلها من وراء الحكومة ينبيها يا ناس هذه تعاية من المستفيد من عدها من المستفيد من عدها من المستفيد من عدها أكثر شيء الحكومة ويران السرعة ما أستمت شيء لمجمد وهذا الرأي يذهب معه أيضا أصحاب الحقول الذين أهم ما يشغل بالهم حاليا هو التعويض عن الضرر المادي الكبير الذي أصابهم جراء نفوق جميع أسماكهم بين ليلة وضحاها بينما لا تبدو الحكومة جادة بالبحث عن الجاني وكأنها بلسان الحال للمقال تريد للحادثة أن تطوى كما مئات الكوارث التي استهدفت قوت ورزق المواطن العراقي دون معرفة المتسبب الحقيقي ترجمة نانسي قنقر